شغل الطالبات انشغالاتهم وفيما يخص ظروف ولما نتكلم عن ظروف إذن بعد دخول الجامعية في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وفي ظل احترام البروتوكول الصحي في كل الجامعات ما هي انشغالات الطالبات؟ اليوم في الظرف الحالي أن الجامعة الجزائرية في ظرف استثنائي خاص بسبب وباء كورونا خلط الأوراق الكاملة على الجامعة الجزائرية وعلى العالم صفة كاملة يعني اليوم كانت دخول الجامعي مختلف نظرا الأعوام السابقة كانوا الطالبات يلتحقوا حضوريا في الدراسة في سبتمبر إلا أنه اليوم الطالبات ماذا ما لتحقوش المقاعد الدراسية تهم بسبب هذا الوباء أنه اليوم الوزارة فرضت باش يكون التعليم عن بعد يعني اليوم التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية يعني ما كانش عندنا خبرة وما كانش عندنا يعني مسبقة يعني خبرة مسبقة بشأنه يعني نتماشيه مع هذا التعليم عن بعد اليوم لقاء الطالب بالطالب الجامعة اليوم يعني لقاء فيها صعوبة يعني كبيرة بزاف كيفاش يتعامل وكيفاش يتواصل مع الجامعة ولا مع الأستاذ يعني فظل ظرف الراهن لرأي فيها الجامعة الجزائرية اليوم قلنا هي تحديات في ذل أنه بعيدا عن جائحة كورونا أكيد كما نعلم الجامعة الجزائرية فيها نقائص كثيرة يعني منها الطلبة بصفة عمى مع جائحة كورونا تفاقمت المشاكل وتفاقمت أيضا الإنشغالات اليوم في الجامعة الجزائرية يعني كما قلت لك أنه كانت مع دناش الإمكانيات وأن الرقمنا في الجامعة الجزائرية ضعيفة يعني حد الآن يعني في ظل أنه دخلنا دخول جامعي جديد 2020-2021 والطالبة مزم تحصلوش على الشهادة التوحم مزم تحصلوش على المزلم مسجلوش حتى هرهم غرقين في الطوعون يعني أنه اليوم يفتتاح تال موسم الجامعية 2020-2021 واليوم الدكتوراه فتح موقع تسجيل الدكتوراه وطالبا مزم تحصلوش على الشهادات هذا يؤدي لعلاقين كثيرة أنه الطالب مصفر 2 قادر ما يكونش عنده فرصة بشي أنه يسجل في الدكتوراه بالنسبة يعني لتسجيلات وفقد تسجيلات وحصلهم على الشهادات الجامعية يعني في تأخر أنه لا أنه فرضة الوزارة فرضة نظام بروغراس بروغراس أنه معا يمشي ثاني دار بزاف عراقيل أو لا أنه حتى الإداريين أو لا ما هو مش متكونين فيه حتى الطالب ما هو مش متكون يعني ما يعرفش يتعامل به كما نقولون مثلا الوزارة هي فرضة هذا البروغراس ومشاء الله فيها خير إن شاء الله هو نظام التفويج الذي فرضته وزارة التكوين أو التعليم العالي هل نتكلم يعني هل فيه أثار سلبية على الطالب أنه الوزارة التعليم العالي أعطت كل صلاحية للجامعات أنه الجامعة كل جامعة هي التي تحدد الرزنة ما كيفاش تتماشى ما الوضع تحا الحد الآن يعني وش أني نشوف مثلا في بعض الجامعات أنه طالب الجدد أخرهم حتى الدفعة الثالثة أنه الطالب اليوم الجديد في السنة الأولى على الأقل أنه يبدأ المرحلة تاعه حضوريا أنه يتعرف على الأستاذ تاعه ويتحرف على المنهجية أنه تقل من المرحلة لمرحلة يعني سيلقى فيها بزاف وهم وظولة نأمل وشاء الله يصحوا هذه بالنسبة لتحصيل دراسي يعني لما نتكلم عن الجائحة ونربطها دائما بتحصيل دراسي الجائحة أثرت على كل العالم حتى الجامعات أكبر الجامعات في العالم نتكلم على كيف أو ما هي طرق لتحصيل جيد بالنسبة للدراسة في ظل الأوضاع الراهنة يعني هل هناك تأثيرات سلبية لجائحة كورونا على التأثير لتحصيل الدراسي نعم التحصيل العلمي رح يكون ناقص يعني هناك فرق بين أنه الطالب يروح يتكون حضوريا ويتكون عن بعد يعني فيه علاقية لأنه كما اليوم يفتحون منصة تعلق الموديل أنه حتى الطالب ليعرفش يتعامل لدخل الموديل وأنه حتى الأساتذة يعني ماذا ما تكونوش باش كيفاش يحطوا الدروس في المنصة الموديل وفي ظل الإنقطاع التي ربما إنقطاع دام لعدة أشهر عن الجامعة يعني في ظل منذ مارس حتى السبتمبر يعني كانت فيه كثير من التعليمات أدت إلى خلط كثير من الأمور حتى أنا الطالب ما كانش فيه تواصل مع الأستاذ لأنه في ظل غياب النقل أنه الطالب ميقدش يتواصل الجامعة حتى ولو يكون عنده خلل ولا خطأ في المعدل ولا في غموض في اللهر ميقدش يتواصل مع الأستاذ نعم الطالب هو في حد تباحث بما أنه جامعي يعني في الجامعة نتكلم ربما عن هل بإمكانه يعني يبذل مجهود كبير يعني من خلال الأبحاث عبر الأنترنات عبر الكتب عبر المكتبات أيضا للتماشي في الطريق وتدارك الدروس وأيضا وعدم الوقوع في فراغ يعني بالنسبة لي المحصول الدراسي أم فقط بإمكانه أن يعتمد على البرنامج الجامعي هو أنه مجال البحث العلمي هو مفتوح للجامع يعني يعود حسب رغبة الطالب وجهد الطالب في تحصل العلمي يعني أنه كين طالب يكتفي عليه وشيط له الأستاذ وكين طالب يبحث يعني يروح لكتابات يحوس على مصادر أصلية على ما راجع باش أنه يكون عنده فكرة ويكون تحصل علمي يعني بيئة بالمئة راجع للمجهود تاعة الطالب أنه اليوم الطالبة يعني حتى يقتصر غير على الأستاذ يمدل الأستاذ ما أخلاص هو يجيب كما نقوله مثلا نعم هو طالب هو بحث هو طالب هو بحث أنه الأستاذ مش رح يمدل كلش يعني أنه طالب هو اللي يسعى نتكلم عن الجمعية الخيرية أو الجمعية بصفة عمل التي تشرف عنها سيد أحسن عبادي طالب جامعة إذن ناشط جمعوي هو نادي بحثته أخبرنا عن من الجانب يعني المحصول الدراسي كيف تساهم الجمعية في ظل الظروف الاستثنائية أيضا هو على الوزارة أو على الجامعة إعطاء أهمية كبيرة للنوادي العلمية أنه عندها أثر كبير بالنسبة على الطلبة أنه تساعد للطلب على الاندماج داخل المحيط الجامعي باش أنه طالب ماشي هذك ليقرام ثمينة لربعة يكتفي بالتحصل العلمي أنه الجامعة اليوم يا جامعة ما بين الناس تفتح لك آفاق كبيرة يعني باش أنه يندمج كما اليوم هنا عدنا نادي فاستبيق الخيرات هو نادي علمي ثقافي طلابي ينشط داخل الجامعة وبفضل الله أنه قدرنا حتى نخرج خارج الجامعة يعني ما هي أبرز الخطط اللي يراكم عولين عليها وإلى ماذا تهدف يعني هذه الجامعية من بين مثلا هي نادي كما نقول علمية هي المساهمة يعني كما نقول هنا مثلا من بين ناشطات لدرنام درنام أكتوبر الوردي أنه احتفال بإندلاع الثورة المولد النبوي وغيرها من أمور تحسيسية حملة حملة تنظيف حملة توعوية داخل الجامعة وخارج الجامعة درنام زيارة المستشفيات زيارة دار العجزة باش أنه الطالب يكون مندمج داخل الجامعة وخارج الجامعة وهي أيضا هل هي وسيلة يعني بينكم وبين الطالب والجامعة أو الإدارة يعني في تحسين الوضعيات وفي إيصال إنشغال الطالب نعم هي أنه الإدارة في أي جامعة مش رح تكون مفتوحة يعني على الجامعة أنه طالب دي ما يرح يسقصي ولا هنا مكتب بالنادي تعني مفتوح لجامعة طالباء يعني هنا كطالباء كطالباء يجيوا مثلا طالباء الجود دولة يشغلوا نعطيهم واش نعرفوا إحنا ويتعلموا من عندنا ونكونوا يعني يد في اليد إن شاء الله بالآن نعم هي أحوال الطالباء لنهار اليوم بما أكيد الأسبوع القادم نتكلم عن إنشغالات أخرى للطالباء شكرا جزيلا لك أحسن عبادي طالب جامعي وناشط جمحوي إذن مشاهدين الكرام ناس الغربة وجزائريون في اليابان تألق في الميدان وحنين شكرا جزيلا لك